الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان مشاهدين الصادسة بتوقيت بغداد وهذه نشرة مباشرة تأتيكم عبر قناة الفلوجة الفضائية وكالعادة البداية بالعنوي لاتفادي ويلات وفتن وتناحر منابر الفلوجة تجدد دعوتها إلى وحدة الصف والحفاظ على السلم المجتمعي مغيبون منذ ثماني سنوات هالي الموصل يطالبون بكشف مصير أبنائهم ويؤكدون السبب في التدقيق الأمني ووسط تأييد الخارج وقمع الداخل احتجاجة إيران تنهي أسبوعها الأول بعشرات الضحايا والمعتقلين والبداية بشأن الداخلي من الأنبار حيث جدد خطباء الجمعة في الفلوجة دعوتهم إلى وحدة الصف ونبد الفتن والحفاظ على استقرار البلاد لسيما أن المجتمع عانى طويلا من الويلات والفتن والحروب على حد تعبيرهم لفتنا إلى أن الجميع مسؤولون عن وحدة العراق وسلمه المجتمعي المجتمع اليوم الذي عانى كثيرا وعانى طويلا من الويلات والفتن والحروب والمطاحن أنا له أن يستريح أنا له أن يهدأ أنا له أن يغادر الفتن أنا له أن يعيش على لذة المحبة ولذة الأخوة بلدنا أيها الأخوة وطننا جميعا نحن مسؤولون عنه أيها الأحبة مسؤولون للحفاظ على أمنه للحفاظ على سلمه للحفاظ على استقراره إلى ذلك أكد رئيس الوزراء مصطفى الكظيمي عزمه توجيه دعوة جديدة إلى القوى السياسية كافة لعقد جولة ثالثة من الحوار الوطني الذي من شنه حل المشكلات العالقة حتى اللحظة فيما أشار إلى أن لا سبيل لإنهاء الانسداد سوى الحوار على حد تعبيره وشدد الكظيمي على ضرورة تعاون مؤسسات الدولات التشرعية والقضائية وكد الأمنية لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات في معالجة قضية السلاح المنفلت معلنا في الوقت نفسه عن اعتقال الشخص كان ينتمي لأحدى مؤسسات الدولة اعترف بقتل متظاهرين وبعض الشخصيات يرى مراقبون للشأن السياسي في العراق أن الأزمة السياسية بدأت بالتصاعد تزامنا مع تضخم الموارد المالية للبلاد لتتفع الأصوات المنادية بضرورة تحكيم لغة العقل واللجوء إلى الحوار المباشر بعيدا عن لغة الشارع تتصاعد الأزمة السياسية في العراق بالتزامن مع تضخم الموارد المالية للبلاد في وقت يربط مراقبون للمشهد بين الحالتين ويقولون أن أحد أسباب فشل أطراف السراع في الحل هو عقدة تقاسم المناصب والثروات ورغبة الجميع بالاستثار بالحصة الكبرى كون الطرف الأكبر في الحكومة المقبلة سيكون قادرا على شراء مزيد من الجمهور والنفوذ باستخدام الثروة المتراكمة أعتقد أن الفائض المالي سيقدر بحدود من عملية تصدير النفط الخام بحدود أصباط 14 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك أن الحكومة العراقية ستحقق فائض مالي من العملة العراقية بسبب تغيير سعر الصرف أعتقد يقدر بحدود 20 إلى 22 تريليون دينار عراقي مع نهاية هذا الآن أيضا ويمر العراق بمرحلة انتقالية على مستوى المؤسسات والسلطات والجانب السياسي الأمر الذي يحتم على القادة السياسي نظرورة تهديئة الأجواء والنظر لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الصراعات من أجل المكاسب الشخصية والحزبية إن هذه الخلافات لا تؤدي إلا إلى التأثير على الشعب بشكل سلبي وبالتالي فإن النظرة إلى الشعب يجب أن تكون نظرة إيجابية وأن ينظر الفرقاء السياسيون جميعا إلى أن الشعب هو الأساس وهو الهدف وهو الذي من أجله يعملون جميعا وفي ظل إصرار كل طرف على موقفه تتفاقم المخاوف من قبل مراقبين للمشهد من احتمالية وقوع تصعيد في الشارع العراقي المنقسم إلى فريقين مع اختلاف القوى السياسية والشعبية لترتفع الأصوات المنادية بضرورة تحكيم لغة العقل واللجوء إلى الحوار المباشر بعيدا عن لغة الشارع من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي وفي غضون ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أكد رفضه للإحتداءات التي تموس سيادة العراق وتأكيده على دعم وحدة العراق ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحث اللقاء الأوضاع في العراق وأيضا الجهود جهود الحكومة في تخفيف حدة الخلافات السياسية الحاصلة عبر تبنيها مبادرة الحوار الوطني فضلا عن الوضع في مخيمات النزوح وإغلاق أكبر عدد منها وإعادة النزحين إلى مناطقهم الأصلية وشدد جوتريش خلال اللقاء على ضرورة معالجة مشكلة الجفافة التي يعاني منها العراق سنون طوال وذلك بسبب ما تقم به بعض الدول المتشاطئة من تغيير مسارات الأنهر هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عزم العراق على مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي وتعاون مع البنك الدولي في مجالي تحديث السياسة المائية في البلاد ومشاريع الأمنى الغذائية جاء ذلك خلال لقاه مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج في نيويورك وجرى خلال هذا اللقاء استعراض أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في المجال المالي والاقتصادي وأيضا تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات كما تطرق اللقاء أيضا إلى النمو في الاقتصاد العراقي والنجاح في مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمات العالمية وتعثر سلاسل التوريد وأيضا أثار جائحة كورونا في سياق أكدت وزارة الخارجية هذه المرة أن العراق لن يتدخر أي جهد باستضافة الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى الحضارات القديمة في كانون الأول المقبل في بغداد وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان له أن الوزير فؤاد حسين أكد خلال ترأوسه الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة في نيويورك بأن الحوار بين الثقافات المتعددة يساهم في تحقيق التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام وأيضا تعزيز العلاقات بين الدول من أجل إفساح المجال أمام جميع القوى الكردستانية إلى التواصل لاتفاق حول قانون انتخابات الإقليم أعلنت رئاسة البرلمان تمديد دورته الحالية الخامسة إلى أجل غير مسمى أتفاصيل كلها في سياق هذا التقرير تمديد لعمل برلماني أقليم كردستان في دورته الخامسة وهما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة مطلع تشرين الأول القادم إلى أجل غير مسمى بحسب معلنة رئاسة برلمان الإقليم ويأتي هذا الإعلان ليشير ضمنا إلى عدم التواصل لاتفاق مشترك بين القوى الكردستانية على إجراء انتخابات برلمانية تشريعية طبعا برلمان الإقليم هو قسم من الأحزاب السياسية الطالبون بتغيير قانون الانتخابات وأيضا المفوضية هذه المطالب جاءت متأخرة لم يبقى على عمر البرلمان الإقليم سوى أشهر هل نستطيع أن نغير القانون والمفوضية خلال هذا؟ هذا شيء مستحيل فمن المستبعد ممكن يكون هناك تمديد للبرلمان لعام أو عام ونصف وخلال هذا العام ونصف يسمى قانون جديد للانتخابات وأيضا المفوضية جديدة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أعرب خلال لقاء جمعه مع رئيس برلمان الإقليم ريوان سبائق عن دعمه الكامل لأي جهد يصب في مجال كتابة الدستور الذي ينظم من خلاله الحكم السياسي وتراعي فيه حقوق الأديان والقوميات وتكون السيادة فيه للقانون طبعا هناك موضوع مهم يتعلق بكل القوى السياسية ومواطنية يقلم كردستان يتعلق بالتحضيرات لقانون انتخاب برلمان كردستان وهذا القانون تم تقدم عدة مشاريع من أجل إجراء تعديلات عليها يتعلق بتغيير النظام الانتخابي من دائرة واحدة إلى عدة دوائر تقسيمها إلى أربع دوائر على أساس المحافظات الأربع انتخابات برلمان كردستان هي الخامسة منذ العام 92 فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في الإقليب عام 2018 حصد فيها الديمقراطة الكردستان أمنيا اندلعت اشتباكات واسعة بين عشيرتي البحمودي والهساسرة في قضاء سيدة خيل بمحافظة ديقار بعد ساعة فقط من توقيع هدنة بين الطرفين واستخدمت في هذه الاشتباكات تسلحة الهون والقذفات والأحاديات ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة بين أفراد العشيرتين وجاء هذا النزاع نتيجة قطع طريق زراعي يستخدم أفراد عشيرة الهساسرة لتنقولهم بحجة أن الأرض عائدة لهم ولن يسمح لأحد بالمرور عبرها في المقابل أعلنت خلية الإعلام الأمني عن قتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال غربي راوة في محافظة الأنبار وذكرت الخلية في بيان لها أن قيادة القوات البرية ضمن قاطع عمليات الجزيرة تمكنت من قتل إرهابي حاول التسلل بالودياني قادما من أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في صحراء راوة لافتة إلى أن شروع قيادة عمليات الجزيرة بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسئولية وفي مثل هذه الأيام من العام 2017 بالضبط أعلنت القوات العراقية تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي بعد ثلاث سنوات طوال من سيطرته على قضاء قول عنه وبهذه المناسبة يستذكر الأنباريون حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة وها هي اليوم تحتفل بذكرى تحريرها الخامسة نتبى تحل اليوم ذكرى تحرير مدينة عاناء الواقعة غرب الأنبار من دنس تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017 هذا التاريخ الذي سطرته بطولات القوات الأمنية وتضحياتها الكبرى لحماية هذه الأرض التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي لأكثر من ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم من عام 2017 تم تحرير قضاء عاناء من دنس داعش الإرهابي بعد سيطرة تام على هذه المدينة العريقة وبفضل من القوات الأمنية بكل صنوفها وأيضا أبطال الحجد الشاب في محط الأنبار لمشاركة القوات الأمنية تم تحرير هذه المدينة وعادة الحياة إليها من جديد واليوم تنعم هذه المدينة بأمن واستقرار مستمر في هذه المدينة دمر التنظيم الإرهابي نحو 40% من البنى التحتية والمنازل في قضاء عاناء وأكثر من 85% من دوائرها الحكومية كما تسبب في تهجير أكثر من 25 ألفا من أهاليها الذين نزحوا إلى مناطق أخرى وبعضهم إلى دول الجوار في مثل هذا اليوم من عام 2017 تم تحرير مدينة عاناء المدينة الأثرية العريقة من براث وسيطرة داعش التي سيطر عليها لمدة ثلاث سنوات والآن تنعم بالأمن والأمان ولكن هناك بعض الجيوب والثغرات الموجودة وخاصة في الصحراء لذلك ندعو ونرجو من قواتنا الأمنية التحرك على هذه المناطق الصحراوية وتحريرها وتخليص المنطقة من داعش وعناصره الإرهابية جهود كبيرة يشهدها قضاء عاناء ومحاولات لأعادة الإعمار والبناء وترميم ما دمره الإرهاب ما عكس تراجعا نسبيا لآثار دمار الحرب البادية عليها خاصة على صعيد ترميم معالمها التأريخية والثقافية المهدمة وفي مثل هذا اليوم انطلقت جحافل المنتصرين من جميع القطعات والصنوف العسكرية بعملية واسعة لتحرير قضاء عاناء من رجس عصابات داعش الإرهابية لتعود الحياة لهذه المدينة وهي تشهد الآن انتعاشا في حركة الأسواق وإعادة بناء وتطوير البنى التحتية فيها من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة من مدينة عناء والأنبار نتحول الآن إلى نينوة بدموع يملأها الأسى والحنين طلب أهل المفقودين في مدينة المنصل هذه المرة طلبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين بعد مضي ثماني سنوات كاملة على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ودع الأهالي الجهة الأمنية والحكومة إلى مساعدتهم والكشف عن أسماء المعتقلين في السجون السرية لمعرفة مصير أبنائهم المغيبين مؤكدين أن حال العوائل صعبة جدا لفقدانهم معليهم لافتين إلى أن أغلب العوائل تعتاش على الصدقة وقال مدير دائرة التعويضات في نينوى إنه بسبب إجراءات التدقيق لدى لجان هيئة المساءلة والعدالة في بغداد هناك عشرين ألف معاملة متوقفة حاليا داعيا الجهات المختصة إلى تسهيل معاملات متضررين من الحرب وتشير إحصائيات إلى وجود أكثر من مائة ألف مواطن متضرر من الحرب لم يتقدموا بطلبات تعويض حتى اللحظة بسبب الروتين في دوائر الدولة ما عاد يعرفين اتحرروا من الموصل من الجانب الأيمن من المستشفيات وهي صورهم اخذوهم القيارة وطلعوهم البغداد وله السبب نعرفها من السنانة يدور عليه ما خليت مكان ما دورت أدري نحن نطالب الحكومة يشوفونا ولدنا وين ولدنا موجودين مو موجودين احنا ما لنا شغل بالخسفة ولا لنا شغل بأي شي احنا نريد الحكومة تتحرق في فتح السجون اكو سجون هواي واكو سجون سرية واكو أشكال ألوان سجون خلي يتحركوا خلي خلوا الله بعيونهم خلي خلوا الله بصدورهم خلي خلوا نفسهم ومكاننا اللي احنا محرومين صارتنا ثمين سنين شنو ذنبه طالب كلية شنو ذنبه حلمان يتخرج ويصرفت شي كان أشطر طالب بالكلية ابني منتسب شرطة محلية مروان حميد عايد عطية أخذوا الدوعش في 2016 ولحد هذه اللحظة ما نعرف مصيره وين علما أخذ أولد أخوتي ستة معاه راجعنا كل الدوار وكل المواسطات الحكومية ما أحد أنطاني أي نتيجة ما نعرف ما أين مصيرهم للعلم نحن يعني راجعنا جهات قالوا ولكم تحرروا حروا من قبل القوات الأمنية ووصلوا بغداد لكن بغداد بعد ما وصلوا بغداد ضاعوا ما نعرف مصيرهم وين لحد هذه اللحظة اليوم خمس سنوات أو سس سنوات ما نعرف ما وين لا عرفنا طيبين أو ميتين الآن نحن ومؤسس شهداء نعاني معاناة كبيرة نتيجة هذا الأمر لو لا عملية التأخير الحاصلة في التطقيق الأمني لكان هناك أكثر من 20 ألف معاملة الآن في دوار التقاعد في موضوع مغير أعلنت وزارة الموارد المائية استنفاذ أكثر من 50 في المئة من الخزين المائي خلال موسم الصيب فيما يساوي الخزين المتجدد حوالي 5 مليارات ومئتي مليون متر مكعب فقط وأوضحت الوزارة أن سبب الاستنفاذ عفوا جاء نتيجة لعدم وجود أمطار كافية لتعوض الفقد الحاصل في المياه ما يؤدي ذلك إلى التوسع في استخدام المياه الجوفية على حد تعبيرها لافتة إلى أن الأحزمة الخضراء تعرضت إلى أضرار كبيرة بسبب عدم الاستدامة والصيانة وتأمين السقي ورعايته بشكل صحيح وفي ظل تردي واقع الكهرباء الوطنية في العراق تستاهر أقول ما تعرف بمافيات المولدات التي تحتكر أماكن وضع المولدات الأهلية وتتحكم بأسعارها وأوقات تشغيلها هذا ما أثر هذا الموضوع سلبا على الناحية الاقتصادية على المواطنين إضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث تفاصيل أوفى في سياق هذا التقريب مافيات المولدات الوصف الأقرب لما يجري وسيجري مستقبلا في قطاع الطاقة الكهربائية فالعراق وبعض الدول ومنها لبنان وغيرها من البلدان المتشابهة من ناحية الوضع السياسي تجد نشاطا واسعا لمافيات المولدات هذه الأخيرة يصعب السيطرة عليها أو تحجيمها من ناحية الإجور والتلوث وغيرها من النواحي فالعراق بات يحلم بقطاع مركزي للطاقة فعشرون سنة من فشل وزارة الكهرباء في ذلك عززت نفوذ مافيات المولدات مافيو زايد حتى الدولة ماذا تصدر قرار تقول يابا فلان شهر يكون الاشتراك مثل عشرة أو الاشتراك مستعش لا ما تحكي منطقة متبنينة بالمولدة فلا يريد يسويها بالتلاثين هم يدير بال ليه لأنه يكون دعمته فينطي نصف فلوس نصف فلوس دولة الأحزاب اللي ويا بالموضوع مافيات ببيروت موافيات بالعراق موافيات بسورك كل مكان الدول العربية مالتنا كلها مافيات يجرى الشهر شي سوى بالمولدة يتفق مثل عدة 4-5 مولدات يتفق ويا من ويا المشغل لأنه لا رأيته بالله بالمولدة يقول له طفي طفي الوطنية فالساعتين ثلاثة حتى ينحصون لمن يرجع هذا بالمواطن يرجع المولدة تلك المافيات لم تلقي بظلالها فقط على الجانب الاقتصادي للمواطن وزيادة العبء عليه بل على الجانب الصحي أيضا من خلال حجم التلوث البيئي في الهواء المستنشق وهو أمر تتحمله وزارة الكهرباء بالكامل على مدار عقدين تقريبا وكان تقرير معني بالبيئة تابع للجامعة الأبوالي في بيروت قد أكد أن مستويات الانبعاثات السامة في الهواء ارتفعت بنسبة بلغة 300% بعد انهيار قطاع الطاقة في لبنان ولك أن تتخيل حجم التلوث الهوائي والضوضائي داخل البلد لا سيما في ظل اعتماد العراق على المولدات منذ 20 سنة تقريبا سيفعل قناة الفلوجة بغداد ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على 28 متهما بقضايا متنوعة مع ضبط أسلحة وأعتداء وطائرة درون غير مرخصة وآخرين بترويج وتعطي المواد المخدرة وضفت خلية الإعلام الأمن في بيان لها أن المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد صدرت 8 بنادق مختلفة الأنواع و13 مسدس ومع أعتداء غير مرخصة بالإضافة إلى ضبط كمية من مادتي الكريستال والحبوب المخدرة المخدرة آفة خطيرة تفتك بالمجتمع العراقي وأخذت بالانتشار بشكل كبير في المحافظات الوسطى وأيضا الجنوبية وسط مطالبات بضرورة تشديد الإجراءات للحد من المتاجرة بها ونشرها بين الشباب ظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع العراقي وخصوصا المحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة ضعف الرقابة المخدرات آفة أصبحت تهدد حياة آلاف الشباب العراقيين خلال السنوات الأخيرة بعدما أصبح تهريبها وإدخالها إلى المدن سهلا لأن أغلبها يأتي من دول قريبة وحدودية مع العراق محافظة النجف شكلت فريق استخباراتي أكثر من سنتين تقبض على أكثر من مجرم وأكثر من شخص يتعاطى المخدرات وأكثر من تاجر الأغلبية التي نقبض عليها من محافظة النجف أغلبية من محافظة ميسان ومحافظة الكوت ومحافظة البصرة وبهم من محافظة النجف التي يتعاطون والتجار بس كله مسيطر عليها من محافظة النجف بس هذا الدخول هو يعزز أنه عدم وجود رقابة حقيقية للدولة العراقية وعدم وجود رقابة حقيقية مراقبون حذروا من انتشارها بشكل أكبر في المجتمع وطالبوا الحكومة بتجديد الإجراءات القانونية على المتاجرين بها إضافة إلى ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب وملاحقة المتعاملين بها يضاف إلى ذلك فتح مراكز صحية لمعالجة المتعاطين لهذه المواد الخطرة تمهيداً لعودة دمجهم بالمجتمع دخلة المخدرات طبعاً من مختلف دول دخلة العراق موانئ البصرة الحدود العراقية المفتوحة بدون رقابة إلى أن وصلوا إلى مرحلة شافوا المخدرات بدأت تهتك بالمجتمع العراقي سببت كثير من الجرائم جرائم قتل هي نهاية المخدرات شنوه هو فصل العقل فبالتالي كل شيء يسوي مرة يحرق نفسه مرة يحرق أهله مطالباتنا نحن كشباب كأشخاص اللي هم دور بالمجتمع بالتأكيد الدولة عليها عاتق كبير جداً في قضية محاربتها وأيضاً في الجانب الآخر في قضية فتح مراكز لعلاج المتعاطي السعي لجذب اللي يتعاطى بفترة زمنية قليلة جداً لأن ترك هؤلاء الأشخاص لآفات المخدرات لتجار اللي يتاجرون وهدفهم فقط المال وهدفهم والبشرية بالتأكيد راح تكون العواقب وخيمة جداً والمستقبل راح يكون مجهول هافتون خطيرات تنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم وسط مطالبات للحكومة بتدارك الأمر قبل أن يزداد الوضع خطورة وتصعب السيطرة عليه من النجف طهر العساف قناة الفلوجة وفي الأنبار أقيم على كورنيش مدينة الفلوجة سوق ثقافي يهدف هذا السوق إلى دعم الطقات الشبابية وإبراز مواهبهم من لوحات فنية وأعمال يدوية ويعكس هذا السوق واجهة حضارية اعتادت عليها المدينة منذ تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي حيث أكد مدير البيت الثقافي في الفلوجة أن إقامة مثلها كدف عاليات هو رسالة واضحة بأن مدن الأنبار مليئة بالمواهب والطقة الثقافية والأدبية قيمة اليوم وعلى كورنيش المدينة مبادرة السوق الشعبي الخيري صراحة هذه المبادرة جاءت برعاية كريمة من قبل مديرية بلدية الفلوجة وبالتعاون مع البيت الثقافي في الفلوجة وفريق الفتوى التطوعي جاءت هذه المبادرات من أجل أن نبين للمجتمع وأن نبين لكل من يأتي لهذا المكان بأن هناك مواهب وهناك طاقات شابة لابد من الاهتمام بها لدعم الطاقات الشبابية والحرف اليدوية وغيرها وبنفس الوقت نعتبر هذا الشيء من الواجهات الحضارية التي اعتادت عليها مدينة الفلوجة من مهرجانات ثقافية وبازارات خيرية وبنفس الوقت لإخراج المواهب والطاقات ودعم للمواهب الموجودة في مدينة الفلوجة وفي الشأن الدولي اتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي تهز إيران منذ أسبوع وتخللتها مواجهة دامية مع قوات الأمن ارتفع إلى 36 ضحية على خلفية وفاة شابة مهسى أميني في ظروف لم تتضح بعد وأفادت منظمة إيران هيومن رايتس غير الحكومية عن سقوط 36 مدنيا في المظاهرات وأشرت في هذا الشأن إلى أن الشعب الإيراني نزل إلى الشارع للنضال من أجل حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية واضحة أن الحكومة ترد على هذه المظاهرات السلمية بالرصاص الحي هذا وحضرت وزارة المخابرات الإيرانية المواطنين من أن المشاركة في الاحتجاجات على وفاة امرأة في حجز للشرطة وكدت أن ذلك يعد أمرا مخالفا للقانون وأن المتظاهرين سيمثلون أمام القضاء ونقلت وكالة رايتس عن الوزارة قولها في بيان بالنظر إلى استغلال الأحداث الأخيرة من قبل حركات أقول معارضة ومناهضة للثورة فإن أي وجود أو مشاركة في مثل هذه التجمعات غير القانونية سيؤدي إلى ملاحقة قضائية وعلى إثر ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية إثر موت الشابة الإيرانية مهساميني البالغة من العمر 22 عاما بعد احتجازها بعد أن احتجزتها الشرطة وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب سوء المعاملة والعنف ضد النساء الإيرانيات وأيضا انتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين وتأتي هذه العقوبات الجديدة لإدارة الرئيس جو بايدن بعد أسبوع تقريبا من اعتقال أميني بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لا الأخبار الدولية نصل إلى طيء أوراق هذا الموعد الإخباري ونذكر بأمرز ما جاء فيه لتفادي ويلات وفتن وتنحر منابر الفلوجة تجدد دعواتها إلى وحدة الصف والحفاظ على السلم المجتمعي مغيبون منذ ثماني سنوات أهالي الموصل يطالبون بكشف مصير أبنائهم ويؤكدون السبب في التدقيق الأمني ووسط تأييد الخارج وقمع الداخل احتجاجة إيران تنهي أسبوعها الأول بعشرات الضحايا والمعتقالين مشاهدنا للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء